صباحه واهلا بكم في الحلقة الاولى من سلسلة الحكم اللي هنقش فيها انتقال لعيب انتقالات فرقة قرار او موضوع معين وانت اللي هتكون الحكم وموضوعنا النهاردة هو انتقال ارضة توران الى بارسلونا توران تحول من عائل صغير بيلم كور في الكامت نو الى لاعب في الفرقة دي قدر نوعها الحلم بتاعه في صفقة تكلفتها 41 مليون يورو ب6 مليون يورو حوافظ عشان يصبح اغلى لاعب في تاريخ تركيا ولكن هل صفقت انتقال توران الى بارسلونا جول ولا طلعت افسد اولا الريفاند فبعد ما فشل رئيس بارسلونا بارتوميوف انه يضم بول بوكباب 80 مليون يورو من اليوفي وترفض عرضه فقرر ان هو يعمل محاولة اخيرة لدعم ملفه الانتخابي بانه يشتري ارضة توران قبل الانتخابات بوزباين وعلشان لو انتخبوا رئيس جديد مايلبسش وفي ظل العروض الرمضانية الكاسحة في الاسواق ارضة توران جبري فاند فحطوا باند في عقده يسمح للرئيس الجديد قبل يوم 20 يوليو انه يرجع توران تاني لاتلاتكو مدريد وبرشلونا ياخدوا فلوسهم نقص 4 مليون يورو برشلونا هيدفعوا اجمالي في توران 41 مليون يورو توران عمره 28 سنة لو توران كان سترايكر مثلا كنت هقول ان سهر ده مقبول لان المهاجمين بيوصلوا لقمة اداءهم الفني حول ان السن ده ولكن بالنسبة اللاعب خطوا وسط هجومي فبيوصلوا لقمة اداءهم الفني اصغر من كده شوية وبالتاني لو كان المبلغ ده دفع في لاعب زي كوكي مثلا اللي عنده 23 سنة كنت هقول انه مبلغ هاي ولكن في توران اللي عمره 28 ناس كتير سألتني هو برشلونا اصلا محتاجين توران وليه ما كان يلعب فيه الاجابة بمنطقة البساطة اه برشلونا محتاجين توران وليه اكتر من مركز عشان يلعب فيه سيميوني بلعب مع عاتلات كومدريد بتشكيلة 4-2-3-1 او 4-4-2 بيستخدم فيها ارض توران في موظم الاوقات كجناح يمين او جناح شمال باولوية هجومية مع التزامه بالوجبات الدفاعية اما في موض الهجوم الكاسح فتوران ساعات بيلعب كارتكاز تاني في نص الملعب للناحية التانية لويس انريكي ما بيغيرش ال 4-3-3 وحاليا يمتلك قدام ثلاثي الاماسان وبدلهم الوحيد هو بيدرو اللي فيه كلام كبير قوي واحتمال كبير انه يرحل عن برشلونا في المركز الحالي وده معناه انه توران هيكون البديل الاول والاساسي لماسيو سوارز ونيمار توران لعب موهوب وحريف وبيقتل نفسه في الملعب من كتر الحماس ولكن الحماس ده بقى ساعات بيخرج على الحدود فلو ده يمشي زي الفل في أتلاتكو مدريد مع سيميوني تحت عباية البلطاجة فاكيد مايمشيش تحت مايكروسكوب بارشلونا وعباية الكورة الشاملة النظيفة العفيفة وزي ما حطوا للويس وارنس باند في عقده ضد ال كانوا لازم يحطوا الارض توران باند في عقده ضد ال جزم توران بقاله 4 سنين في اسبانيا يعني واكل وخابز وعاجل اللي جا ومتعود عليها ومش محتاج أي وقت عشان يخش ويتأقلم على أجواءها ولكن في نفس الوقت هو مش يبدأ يلعب مع بارشلونا لحد يناير 2016 فلازم حاجة من الاتنين يقام ما يعار لفريق عشان يفضل يلعب فالفتنس بتاعه يفضل عالي أو يستغل الفترة دي في أنه يدخل في أجواء وطريقة لعب نادي بارشلونا نفسه أهم حاجة إنه ما يفشولش في رأي الشخصي إجماليا صفق التوران جول ولكن هنا أنت الحكم فهلت تسيب لي رأيك على فيسبوك أو على يوتيوب أو على تويتر أو على انستجرام بهاشتاج صباح وكورة أو هاشتاج الحكم في رأيك إمتا صفق التوران جول ولا أوف سايت ومتنساش أعمل سبسكرايب 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 ولو الحلقة عجبتك أعمل لها لايك وشير في الخير السلام سبسكرايب سياسي سبسكرايب سبسكرايب موسيقا سبسكرايب سبسكرايب موسيقا اشتركوا في القناة